تأثرت مملكة البحرين فجر اليوم بموجة غبارية تسببت في تدني مدى الرؤية الوفقية وتطاير الغبار نتيجة لتحرك كتلة غبارية كثيفة من شمال شبه الجزيرة العربية باتجاه الجنوب الشرقية ومن المتوقع أن تقل كثافة الغبار في المملكة يوم غد الأربعاء حيث أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بتحرك الكتلة الغبارية إلى الجنوب وبداية تحسن الرؤية الوفقية مع استمرار تواجد العوالق الغبارية ومن جانهن بها أهبت الإدارة العامة للمرور بجميع السواق أخذ الحيطة والحذر أثناء السياقة من حيث الالتزام بالمسار الصحيح والسرعة المحددة وترك مسافة الأمان والتجاوز الصحيح وعدم الانشغال بغير الطريق كما أهبت قيادة خفر السواحل بمرتدي البحر أخذ الحيطة والحذر نظرا لموجة الغبار المصحوبة برياح شديدة السرعة في بعض الأحيان اشتركوا في القناة